السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله طلابنا طالباتنا مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف الثاني متوسط لازلنا في عمل العضلات وسوف نشارككم أختبر نفسك بالأسئلة والأنشطة الموجودة الوحدة الرابعة تتكون من فصلان الفصل السابع هو أجهزة الدعامة والاستجابة والحركة الفصل الثامن يتكلم عن أجهزة التنظيم والتكاثر الفصل السابع يوجد له درسان الدرس الأول الجلد والعضلات انتهينا من الجلد اليوم سوف نتعرف على العضلات وكيف تعمل الدرس الثاني الجهاز الهيكلي والعصبي ما هي الأهداف والأهمية من هذا الدرس؟ الأهداف تمييز بين البشرة والأدمة في الجلد تحديد وظائف الجلد، توضيح كيف يحمي الجلد الجسم من الأمراض وكيف يتجدد تعرف على الوظيفة الرئيسية للجهاز العضلي أو العضلات المقارنة بين أنواع العضلات الثلاث وتوضيح كيف تحرك العضلات أجزاء الجسم الأهمية للجلد دور مهم في عملية حماية الجسم من الإصابة بالأمراض أما الجهاز العضلي فهو المسؤول عن تحريك الجسم والذي يحدد شكله المميز مراجعة المفردات ذكرنا أن العضو هو مجموعة من الأنسجة تعمل معاً كالقلب أما العضلة فهو عضو قادر على الإنقباض والإنبساط يوفر القوة اللازمة لتحريك العضال المفردات الجديدة البشرة، الأدمة، الميلانين، العضلات الإيرادية، العضلات اللا إيرادية والوتر ذكرنا أن أجهزة الدعامة هي أربعة أولاً الجلد وانتهينا منه الآن العضلات، سوف نستكمل العضلات اليوم يتبقى لنا الجهاز العظمي والجهاز العصبي ثانياً العضلات، لدينا أكثر من 600 عضلة ذكرنا أن أنواع العضلات عضلات إيرادية وعضلات لا إيرادية العضلات الإيرادية هي العضلات التي نتحكم بحركتها توجد في عضلات الوجه والأطراف العلوية والسفلية أما العضلات اللا إيرادية هي تتحرك تلقائياً لا نستطيع التحكم بحركتها توجد أو تعمل طوال اليوم، توجد أين؟ في الأنسجة في الأعضاء الداخلية في الجسم ما هي الوظيفة الأساسية للعضلات الإيرادية؟ الانقباض والانبساط للتحريك الجسم، مثل العضلات الهيكلية أما العضلات اللا إيرادية تقوم بوظائف محددة للأعضاء الموجودة في داخل الجسم منها العضلات القلبية وهي خاصة بالقلب فقط والعضلات الملساة وهي موجودة في أعضاء الجسم المختلفة ولكن في حصتنا الماضية توقفنا عند نشاطنا المنزلي اختبر نفسك سؤال رقم اثنان قارن بين أو قارني بين أنواع الأنسجة العضلية الثلاثة لدينا نوعين من العضلات، عضلات إيرادية وعضلات لا إيرادية ولكن اللا إيرادية تنقسم إلى نوعين لذلك نريد أن نتعرف على الثلاثة أنسجة من خلال هذه المقارنة العضلات الهيكلية ما هو نوعها؟ هيكلية من اسمها هيكلية إذن هي مرتبطة بالهيكل العظمي إذن لا إيرادية العضلات القلبية خاصة بالقلب إذن هي لا إيرادية أما العضلات الملساة أيضا تعتبر لا إيرادية أين توجد العضلات الهيكلية؟ أين توجد العضلات الهيكلية؟ نعم في الأطراف والجهاز الهيكل العظمي العضلات القلبية أين توجد؟ نعم خاصة بالقلب فقط أما العضلات الملسافة هي تنتشر في أو تغطي جميع أعضاء الجسم الداخلية كالمعيدة والرئتين وغيرها وظيفة العضلات الهيكرية نعم انقباض وانبساط تحرك بقية الجسم نتعرف أولا على شكلها تحت المجهر هل هي مخططة؟ نعم الهيكلية مخططة أم القلبية أيضا مخططة لكنها لا إرادية الملساة أيضا غير مخططة الوظيفة ذكرنا أن وظيفة الهيكلية الانقباض والانبساط لتحرك الجسم القلبية أيضا انقباض القلب ولكن لضخ الدم انقباض وانبساط لضخ الدم وليس لحركة الجسم أما العضلات الملساة نعم تقوم بجميع الوظائف الداخلية سواء هي في جهاز الهضمي أو الحركة الدودية الموجودة في المريء أو في الأمعاء وغيرها إذن تحريك الطعام والتنفس كيف تترتب العضلات الهيكلية؟ نعم تترتب على شكل حزم القلبية تكون على شكل شبكة بينما الملساة فهي تكون غير مرتبة بشكل عام كيف تتحرك العضلات؟ شاهدوا معي هذه الصورة كيف نحرك عضلة الذراع مثلا كيف نحركها؟ كما شاهدنا في نشاطنا في التجربة الاستهلالية كيف تتحرك العضلة؟ نضع يدنا هنا ونشاهد كيف تتحرك نشاهد الأسفل كيف يحدث الحركة؟ نعم هناك انقباض وانبساط بالتبادل لن تنقبض الثنتان أو العضلتان معاً بل أحدهما تنقبض والأخرى تنبسط العضلات الهيكلية تحرك الجسم تعمل بصورة أزواج بصورة أزواج ذكرنا لدينا عضلة أمامية ثنائية الرؤوس وخلفية ثلاثية الرؤوس شاهدوا معي أيضاً عضلة الفخذ نفس عضلات الفخذ نفس العضلات الموجودة في الأطراف العلوية كذلك يوجد لدينا عضلات خلفية في الفخذ ثلاثية أما الأمامية فهي أيضاً تكون ثنائية كيف تبدأ عملية الحركة؟ هل هي العضلات التي تتحرك أم العظام التي تتحرك؟ ذكرنا أن العضلات ترتبط مع العظام بوتر ممتاز لذلك أثناء انقباض وانبساط العضلة تسحب الوتر وتسحب معها العضل مشاهد عندما تنقبض عضلة الفخذ الخلفية تصبح أقصر تسحب الرجل للأعلى كهذه أنا أسحب الآن الساق للأعلى ثم عندما تنقبض العضلة الفخذ الأمامية تمد أو تستطيعين مد الرجل ثم تنبسط العضلة الخلفية وتعود إلى طولها الطبيعي أثناء نشاط العضلة تتحول الطاقة الكيميائية المخزنة إلى طاقة ميكانيكية وحرارية ذكرنا أن الطاقة الكيميائية نستمدها من الغذاء المخزن مصدر الطاقة الكيميائية نعود له من أي؟ نعم من النبات عن طريق الطاقة أو البناء الضوي إذن المصدر طاقة الشمسية أحسنتم نستخدم هذه الطاقة الكيميائية بتخزين من خلال عمليات الهضم بالتالي نخزن هذه الطاقة الكيميائية في الجسم ثم من خلال عمليات التنفس تبدأ استغلال أو تحرير هذه الطاقة تحول إلى طاقة ديناميكية وحرارية شاهدوا معي شكل ثمانية صفحة 24 عندما تنقبض عضلة الفخذ الخلفية تتحرك الساق إلى الأعلى أما عندما تنبسط عضلة الفخذ الأمامية فأن الساق تمتد يحتاج ذلك إلى طاقة كيميائية تتحول إلى طاقة ميكانيكية وحرارية سؤال الشكل رقم ثمانية الذي طرقنا له قبل قليل صف أو صفي نوع الرافعة في الصورة اليمنى ذكرنا أن هناك في الحصة الماضية الروافع الموجودة في العضلات ما هي نوع الرافع الموجودة هنا؟ ما نوع الرافع الموجودة في الساق هنا أو الفخذ؟ من النوع الثالث ما هو النوع الثالث؟ أين تكون نقطة محور الاتكاز أو نقطة الاتكاز؟ نعم في الأخير اللي هي الأصابع لما أرفع من ناحية الأصابع فبالتالي أنا قاعدة أركز على الأصابع إذن هي محور الارتكاز المقاومة من؟ في المنتصف ممتاز اللي هي رفع القدم القوة هي الاتجاه المعاكس لها كيف تتحرك العضلات؟ العضلات لها مبدأ أساسي لكي تتحرك بذلك هي تقوم بعملية السحب وليس الدفع ذكرنا قبل قليل أن العضلات مرتبطة بالعظام عن طريق الوتر هي تقوم بسحب أثناء الانقباض والانبساط تسحب الوتر وبالتالي تسحب معها من؟ العظام ممتاز إذن المبدأ الأول السحب وليس الدفع المبدأ الثاني الانقباض والانبساط بالتبادل لا يمكن أن يكون انقباض وانبساط للعضلتين بوقت واحد استهلاك الطاقة الكيميائية المخزنة لا بد أن يكون لدي طاقة كيميائية أو لن أستطيع قيام بالحركة إذن نشاهد المبدأ كيف يتم أو مراحل عمل العضلات يحمل الدم الجزيئات الغنية بالطاقة بالغذاء المخزن اللي هو الطاقة الكيميائية المخزنة إلى العضلات تم عملية هضم الطعام من يقوم بالامتصاص ممتاز اللي هي الأمعاد دقيقة ينتقل هذا الغذاء إلى بوجود الشعيرات أو بمساعدة الشعيرات الدموية ينتقل الدم إلى جميع خلايا الجسم ومنها خلايا العضلية تتحرر بعد ذلك الطاقة الكيميائية المخزنة فيها عندما نقوم بأي نشاط بدني تبدأ تنقبض هذه العضلات وتتحول هذه تستفيد من أو تستهلك من الطاقة الكيميائية المخزنة تحررها إلى طاقة ميكانيكية اللي هي الحركة وتنتج حرارة لذلك نشعر بتعرق أو حرارة كيف نحافظ أو نرجع درجة الحرارة تثبت درجة حرارتنا ثابتة 37 كيف نرجعها إلى 37 تبدأ تحافظ الطاقة الحرارية الناتجة على درجة حرارة الجسم ثابتة فعندما تنفذ الجزيئات الغنية بالطاقة فأن العضلة تتعب وتحتاج إلى راحة خلال فترة الراحة ماذا يحدث؟ يعود الدم ليزود هذه الخلايا بمزيد من الجزيئات المخزنة للطاقة شاهدوا معي شكل 6 تحتاج العضلات إلى طاقة كيميائية خلال ممارسة الأنشطة يحصل الجسم على الطاقة الكيميائية من الطعام وبالتالي يحولها إلى طاقة ميكانيكية وحرارية مصدر هذه الطاقة نقول مرة أخرى مصدرها الطاقة الشمسية لدينا سؤال التفكير الناقد هل تختلف العضلات عند الطفل عن العضلات عند الشخص البالغ؟ هذا طفل وهذا شخص بالغ هل العضلات تختلف؟ ذكرنا في الحصة الماضية أن العضلات تبقى عددها أكثر من 600 كما هي في المولود أو حتى في البالغ بعكس العظام الممتاز بعكس العظام العظام تبدأ في المولود عدد كبير ثم تبدأ تندمج مشاهد سويا لماذا تختلف أو ما السبب في ذلك؟ لا تختلف وتبقى كما هي هي تبقى بعدادها كما هي ولكن تختلف في شيء حجمها حجمها فقط الذي يتغير يختلف حجم العضلات إما تصغر أو تكبر مع مرور الزمن ما الذي يساعد على كبر العضلة؟ حجم العضلة ما الذي يساعدها؟ العدد لا يتغير العدد كما هو ما الذي يجعل هذه العضلات؟ تبدأ تزداد حجمها كالرياضيون كم بأي طريقة يستطيعون زيادة حجم هذه العضلات ممتاز أنه نأكل بروتين صحيح لكن ليست هذا الهدف ليس هو هذا هذا عامل مساعد ما العامل الأساسي في زيادة حجم العضلات؟ نعم التمارين الرياضية كلما زادت هذه التمارين كلما زاد في حجم العضلات إذن لدينا عدد الألياف نفسه منذ الولادة حتى عند البلوغ أو في الكبار لكن لا يزداد عددها يزداد فقط حجمها كيف يعتمد تغيير هذه العضلات؟ حسب استعمالها لذلك فالعضلات التي تمارس تمارين منتظمة تكون أسرع استجابة أسرع تأثير بينما العضلات التي لا تمارس فهي تكون خاملة لا تتأثر كثيرا مثال العضلات الهيكلية في اليد اليمنى تصبح أكبر وأقبع وبسبب ممارسة الكتابة حتى لو أنت أو أنت تمارس الكتابة باليسار بالتالي عضلات اليد اليسرع تكون أقوى من العضلات اليمنى إذا ما أهمية الرياضة بالنسبة لمن يريد بناء أثقال أو من يرفعون أثقال تعزز وتزيد صحة الجسدية والبدنية كذلك تحسن المظهر الخارجي للجسم وأيضا تزيد القوة الجسدية كذلك تزيد مرونة العضلات ماذا تعلمنا هذا اليوم؟ حركة جسم الإنسان تنقبض العضلات للتحرك عظام الجسم وأجزائه المختلفة تستطيع التحكم في العضلات الإيرادية لكن لا نستطيع التحكم بالعضلات اللا إيرادية تصنيف الأنسج العضلية العضلات الهيكلية عضلات إيرادية والعضلات الملساء تتحكم في حركة الأعضاء الداخلية بينما العضلات القلبية عضلات مخططة أيضا تشابه الهيكلية أنها مخططة لكنها عضلات لا إيرادية خاصة بالقلب ذكرنا ذلك أن القلب يحتاج إلى شريان تاجي خاص به وكذلك يحتاج إلى عضلات خاصة به لماذا؟ لأنه يقوم بعملية نبض نبض ضخ الدم وبالتالي لا بد أن تكون لديه عضلات خاصة به عمل العضلات تعمل العضلات معا فعندما تنقبض واحدة تنبسط الأخرى عندما تنقبض الثنائية تنبسط الثلاثية والعكس صحيح تحتاج العضلات إلى الطاقة الكيميائية لتقوم بعملها بشكل صحيح طلابي وطالباتي دعونا نجيب على الأسئلة التالية ماذا قرأت صفحة 24؟ كيف يزداد حجم العضلات؟ كيف أستطيع زيادة حجم العضلات؟ كيف أزيد العضل؟ نعم بالتمارين الرياضية من خلال زيادة الأنشطة والتدريبات للعضلة فكلما زاد نشاط العضلة كلما أصبحت حجمها أكبر كيف تحصل العضلات على الطاقة اللازمة للإنقباض والإنبساط؟ من خلال من الجزيئات الغنية بالطاقة الغذاء المخزن ينقلها فتتحرر الطاقة الكيميائية المخزنة إلى طاقة ميكانيكية وحرارية أختبر نفسك سؤال رقم أربعة حدد أو حددي مظهر النسيج العضلي المكون للقلب وصفة أو صفي ما هو مظهر نسيج العضلة للقلب؟ العضلة القلب لابد أن تكون قوية إذن هي عضلات لا إرادية قلبية مخططة صف أو صفي كيف ترتبط العضلات مع العظام؟ العضلات ترتبط مع العظام لكنها عن طريق الوتر أحسنتم الأوتار إذن ترتبط هو الوتر نسيج رابط يربط بين العضلات والعظام سؤال رقم عشر صف طريقة واحدة يستطيع الأطباء من خلالها علاج الإصابات الحادة في الجلد الناتجة عن الحروق أو الجروح أو العمليات ذكرنا أن الجلد حيانا يصاب إما بكدمات أو جروح أو حروق الجروح العميقة الجروح البسيطة تلتعم ذكرنا أنه عملية التخثر الدم يتم تكوين طبقة الفايبرين تغطية الجلد أو الجرح من خلال الجلد تكوين طبقة جديدة لكن إذا كان جرح عميق كبير ما الإجراء؟ نعم يحتاج إلى عملية جراحية كيف يتم هذا الإجراء؟ ماذا يفعلون الأطباء؟ يبدأون بأخذ قطعة تسمى رقعة الجلد يأخذون قطعة من الجلد السليم ونقلوا إلى الجسم أو المنطقة المصابة وبالتالي تبدأ تندمج مع بعضها البعض كهذه الصورة يأخذون قطعة من الجلد وتوضع في الجلد المصاب سؤال رقم 12 حل المعادلة تطبيق المهارات سمك جلد جفن العين 5 من 10 ملي في حين يبلغ سلق سمك الجلد في كعب القدم 4 من 10 سانتي كم مرة يزداد سمك جلد كعب القدم عن سمك جفن العين؟ ماذا أفعل؟ أولا ماذا أريد أن أوحد؟ أوحد من؟ ممتاز هنا ملي وهنا سانتي بالتالي لا بد أن تكون الوحدة واحدة لا نستطيع الإجراء عملية حسابية بوحدات مختلفة بالتالي أول إجراء نقوم به تحويل 4 من 10 سانتي إلى ملي سيكون عندي 4 من 10 ضرب 10 سيصبح عندي 4 ملي الآن توحدت الأرقام سيصبح عندي 5 من 10 ملي وأربعة صحيح ملي بعد ذلك أحل المعادلة كيف يتم حل المعادلة؟ سين المجهول ضرب 5 من 10 يساوي 4 ماذا أفعل؟ أقسم صح؟ أقسم هنا وأقسم هنا طرفين بالتالي عشان أخلص من الخمسة المضروبة بالسين راح أقسم 5 من 10 على الطرفين فصار عندي 4 تقسيم 5 من 10 يصبح عندي 8 إذن كم مرة يزداد السمك؟ 8 مرات إذن يزداد سمك كعب القدم 8 مرات عن سمك جفن العين نشاطنا المنزلي اختبر نفسك سؤال رقم 11 التفكير الناقد لدينا هنا سؤالين فقرتين الفقرة الأولى لماذا يكون الشخص المصاب بحروق متعددة وخطيرة عرض للموت بسبب فقدان الماء؟ ما السبب في ذلك؟ السؤال الثاني أو الفقرة الثانية من سؤال رقم 11 للتفكير الناقد ماذا يحدث لعضلة أعلى العضد عندما تقوم بثني أو تقومين بثني المرفق؟ ماذا يحدث لهذه العضلة؟ أتمنى أن تستمتعوا بحل هذا النشاط تذكروا لزيادة بناء عضلاتنا لابد بالتغذية الصحية وممارسة الرياضة وشرب الماء ودمتم سالمين فمعن الله